الشرطة الروسية تعتقل عضوتي فرقة بوسي رايوت في منتجع سوتي حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية عضوة الفرقة وهما ناديا تولو كونيكوفا ومارينا اليوخينة قامت بنشر صور اعتقالهما عبر تويتر وأكدت أن عملية احتجازهما تمت بينما كانت تتجولان بطريقة عادية على بعد نحو 30 كم من المركب الأولمبي وتم توجيه تهمة الصارقة لهما السلطات الروسية كانت قد أطلقت صراحة العضوتين في كانون الأول ديسمبر الماضي بموشب قرار عفو بعد اعتقالهما عقب أدائهما لأغنية مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين